أمر الصلح المقصود فيه بالحواث المرورية البسيطة عندما يتفق أطراف الحادث ويعترف المخالف بارتكابه الفعل المتمثل بالاستدام يتم الذهاب إلى ضابط المغفر لإعداد نماذج معينة لهذه المخالفة وتسجيلها بالحاسب الآلي ومن ثم يقوم بدفع القرامة المالية سواء عن طريق الأونلاين أو عن طريق مراكز الخدمة وزارة الداخل المختلفة بمناطق الكويت أو التوجه مباشرة إلى الإدارة العامة للمرور بالمحافظات المختلفة حيث أن تكون المخالفة قد رصدت وسجلت بالحاسب الآلي ومن ثم يقوم ضابط المغفر مباشرة بعد انتهاء هذه الخطوة بتسليم المتضرر الذي نسمحه المجني عليه الأوراق الخاصة لكي يقوم بمراجعة شركات التعمين المختصة لأخذ المقايسة وتقييم الأضرار ومثم الاتفاق على بند التعويض التي تفقون عليه ترجمة نانسي قنقر